من ملف الصحة لملف هام هو كيفية الاستثمار في الثروة المعدنية في مصر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء التنفيذيين وتناول اجتماع عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية لا سيما من خام التانتالوم الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر ويعد احد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة مثل مكونات الطائرات والدوائر الالكترونية والكهربائية الدقيقة واجهزة الهواتف والحواسب المحمولة فضلا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعوضية والمفاصل الصناعية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي بان السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على ادارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الامثل مشددا على انتهاج افضل اسليب الادارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصادي الوطنية يعني الحقيقة ان مصر عندها ثروات معدنية كبيرة جدا وكنا دايما بنوصفها حتى في حلقات سابقة مع حدثة دكتور عبدالله بانها كنوز ولكن كان لم يلتفت اليها احد من قبل بنتحدث عن ان دلوقتي مثلا اجمال الارادات من هذا 750 مليون دولار ولكن طبعا احنا مستهدفين 5 مليار دولار انا بفتكر كويس جدا دكتور عبدالله في اكتوبر الماضي لما سياد رئيس عفتاح السيسي افتتح واحد من مجمعات صناعية الهمة للرمال السوداء في البرولوس في محافظة كفر الشيخ وان زي ده نقلة نوعية مصر عندها حوالي 5 مليارات طن من الرمال السوداء يعني احتياطي في موجود على الاراضي المصرية ولكن كيفية استخدامها في العديد من الصناعات الاخرى طائرات والادوية وغيرها من الصناعات المختلفة وتعظيم القيمة المضافة كيف ترى استغلال هذه الكنوز والثروات في خطوات جديدة لم نكن نراها من قبل بصي استغلال الثروات في حد ذاته ده طبعا ده ده المفروض لان احنا مصر الحمد لله ربنا حابها بثروات متنوعة يعني زي ما قال سيدنا يوسف خزائن الارض احنا مصر عندها خزائن الارض يعني خزائن الارض يعني من وجهة ناظري طبعا يعني لها تفاسير كتير اني عندنا تقريبا من كل حاجة موجودة في الارض بمعنى لو غاز هتلاقي بترول هتلاقي دهب هتلاقي معادن هتلاقي موجودة من كل حاجة هتلاقي يعني حتى ولو كانتش كميات كبيرة ولكن موجود منها في الارض المصر حتى الزراعة يعني مصر فيها مفهاش الزراعة كبيرة قوي زي بعض الدول بس في زراعة يعني باختصار عندنا من كل حاجة الكنصة كلها في اني زي ما احنا قلنا الاراضة السياسية فيه اراضة سياسية حقيقية باستغلال موارد الدولة في المكان الامس هيجي بقى يبقى افضل امتى لو عملتي مزج ما بين الخبرات والعقول اللي موجودة من ابناء مصر اللي احنا بنشوفهم يعني انا بس اغرب فيه برنامج شهير جدا بيتكلم على ان مصر تستطيع احنا بنتكلم في اني هو الحقيقة محتوى البرنامج ان المصر يستطيع مش مصر تستطيع امتى بقى مصر تستطيع لو خدت المصر اللي استطاع برا ده ونجح برا وصفته هنا واستثمرت وجوده هو ده لاني انا في الاول في الاخر انا بقول ايه مصر كلمة مصر تستطيع يعني المصر تستغل ده وتعمل النموذج الناجح ده تبقى مصر اللي بتعمله لكن اللي احنا اللي بنحصل اللي احنا بنشوفه ان المصر ده نجح نجح ليه لان المنظومة مفيش البيروقراطية العتيقة اللي موجودة عندنا لو قدرنا ناخد هذا الشخص المصري الناجح في مجاله وجبته وطبقته على الموارد اللي هي موجودة دي تصدقيني لا مصر هي اللي هتستطيع وبالتالي المزج ما بين النمازج الناجحة من علماء ودكاترة وعباقرة مصريين حتى في مجال التكنولوجيا اقدر امزج ما بين الارادة السياسية اللي موجودة عند السيادة الرئيس وما بين النمازج المصرية الناجحة اقول له مش انت ناجح في مجالك ايه المطلوب كذا تعال انت بقى سيبك جبا معلش انا اسف من وزير الصناعة سيبك من وزير كذا بكلم بجد انا عاوز عقليات الدول دي نكحة لا بيكون عندها خبرة كبيرة على فكرة الدول اللي بره نكحت ليه لاني ما بيتحدسوش عن الوزراء كتير بيتحدسوا عن الشركات وعن النمازج الناجحة هي دي اللي بيجبوهم يعني ما تستغربيش لما تلاقي رئيس شركة عمره 28 سنة 30 سنة بتحدس في الكلام ده سيادة الرئيس يقولك يعني شركة تكنولوجية عملاقة وفي الاخر بلاقي ان من اكبر المدرين فيها عمره 32 سنة 33 سنة بيقودها وممكن تلاقيه الشخص ده من جنسية مصرية جنسية اسيوية زي الجنسية الهندية لان الهنود ما شاء الله ناجحين في هذا المجال وبالتالي انا بقى حاي برضو القيادة السياسية لاني فيه ارادة واضحة وهو ده على فكرة ده اللي ينجح اي دولة اذا كانت القيادة السياسية عندها ارادة حقيقية هيتم استغلالها زي المورد بس انا النصيحة اللي انا بنصحها الى الحكومة المصرية ما يكونش عن طريق الوزراء لان الوزراء تقليدين بيرقراطيين ودي طبيعة الدولة المصرية من زمان يعني من الاف السنين لكن عشان ننجح هذه الارادة السياسية تمزج بالنماذج المصرية الناجحة ساعتها هنستفيد اكبر استفادة مضبوط دكتور عبد الله وتأكيدا على كلام حضرتك ان جزء من اهتمام من الداودة المصرية بالمصريين بالخارج هو الربط من خلال يعني المؤتمرات اللي بيتم فيها استدعاء بعض العلماء والخبرات المختلفة خلينا نتكلم بقى واقعين انا رجل كنت معاه الرئيس وزراء تمام احنا بتجيبهم في المؤتمرات ونسمعهم وبرفو عليكم مشاكرين اه خلصتوا كلامكم تفضلوا الطيارة هي تكلوا على الله تشكرين انت قلت كلها بتجيب تفعيل يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه مصري احنا مش هنجامل لانه جامل احد على مصلحة الوطن احنا بكلام حقيقي لا ما بنفس احنا نجيبهم ومؤتمرات والسادة وزراء الهجرة والخارجية وبنكتبع من البصريين وبنجيبوا وبنفسحهم بس نقولهم في نهاية الرحلة تفضلوا طياراتكم تكلوا على الله تشكرين ولذلك كل الناس دي اللي جات من علماء كبار تمام كده في منهم اللي استفدنا بينهم زي المهندس هاني اللي هو هاني عازر تمام ده استفدنا منه في الألفاء طبعا والنقل في ألمانيا يعني بس ما استفدناش منه الاستفادة المسلى احنا عندنا مليون مشروع في مليون حاجة باختصار شديد كده النجاح الدولة المصرية ييجي بالإرادة السياسية زي ما بنشوف سيد الرئيس في مشروعات وحاجات أنا حاجات كتيرة جدا بالله سيد الرئيس هو اللي بيجتمع عبدالوزراء هو اللي بيجتمع ببعض الشركات بحاجات لإني هو الباور عنده أعلى بكتير من الحكومة المصرية فعشان كده المزج ما بين الإرادة السياسية والنمازج النجحة أجيبها أقول له تعالى أنت أمسك مش أنت متطبقة أنا مش عاوز منك حاجة تاني غير تطبق لي هنا إيه الإمكانات اللي أنا أساق والله تعمل لي مصنع وتجيب لي إيه أقول له خلاص جيب اللي أنت تجيب وتعال هنا وأنت اللي هتنفذ مش أنا أنا مليش علاقة غير إن أنا أهيأ لك الأرض ومولك وإنت طبق ده على الأرض الوقت النمازج النجحة اللي بره مش بالبيركوراتية المصرية يعني نأمل إن شاء الله يعني يكون فيه لا يا بدلة رائعة بكل تأكيد